بين ارتفاع وانخفاض وتذبذب في حصيلة وباء فيروس كورونا الجزائر تسجل مرة أخرى رقم تقيل بخمسمائة وسبعة وثمانين إصابة جديدة وثلاثة عشر وفاة وبين الإصابة والوفاة يصل العدد اليومي إلى ستمائة شخص ضحية كوفيد تسعة عشر الحصيلة اليومية أعلن عنها الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فرار الذي كشف عن عدد الإصابات ارتفع إلى 24278 حالة موسع عبر 48 ولاية حصيلة يقابلها ارتفاع عدد الوفايات إلى 1100 وفاة في حين تسير وطيرة الشفاء ببطء مقارنة بالانتشار السريع للعدوى حيث تم تسجيل 246 حالة شفاء جديدة ليرتفع بذلك العدد إلى 16646 وفي الجانب الآخر من خفايا محاربة فيروس كورونا الذي أهمله بعض المواطنين باستهتارهم واللا مبالات وقوف الجيش الأبيض في الصفوف الأولى منذ بداية زحف الوافد القاتل كان كافياً أن يتسبب في إصابة ما يفوق 2300 حالة إصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في قطاع الصحة أنهت حياة 44 شهيداً عبر الوطن في وقت والجزائر في أمس الحاجة لأبنائها من الجيش الأبيض حجر إن تم تحريكه من مكانه كفيل بخلط الحسابات وهو أمر مستعجل على المواطنين استعابه قبل وقوع الكارثة ارتفاع الأرقام وانخفاضها يبقى مرتبطاً بمدى وعي المواطن الجزائري واتباعه للتدابير الوقائية التي تحميه بالدرجة الأولى وتخفض الضغط على من يصارعون في المستشفيات منذ أكثر من أربعة أشهر للخروج من الأزمة الصحية ترجمة نانسي قنقر